ضمن اطلاع سموه الدائم والمستمر على كافة الشؤون المحلية استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس ادارة معهد الامارات المالي وعضاء مجلس الادارة وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي واشاد سموه بجهود مجلس ادارة المعهد المالي ومتابعتهم الحثيثة وخططهم التطويرية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة بالاضافة الى المبادرات التوظيفية ودعم ملف توطين الامر الذي ينعكس على تعزيز عجلة التنمية واستمع صاحب السمو الى شرح حول البرامج التدريبية في مجال الخدمات المصرفية والمالية في الدولة والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمعهد والتي تهدف الى تخريج طلاب وطالبات بمهارات عالية كما اطلع سموه ايضا على التقارير والاحصائيات الدورية التي يصدرها المعهد بهدف تهيئة الطلبة خريجية المعهد لسوق العمل ووضع خطط مستقبلية ما يتلاءم مع التوجهات الحكومية ورفع نسبة توطين وجعل القطاع المصرفي بيئة جاذبة بدوره اعرب معالي رئيس مجلس ادارة المعهد والوفد المرافق له عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يقدمه سموه وتوجيهات سموه المستمرة التي تدعم استراتيجيات المعهد وتساهم في تطوير القطاع المالي والمصرفي متمنين لسموه دوام التوفيق وموفور الصحة اشتركوا في القناة